موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أحبتي مشاهدي قناة الفلوجة وحلقة جديدة من برنامج هاتري حلقتنا اليوم راح تكون مخصصة حول العديد من المواضع والمتابعات إضافة إلى حدث وهم راح ننقش اليوم أيضا هو وصول كابتن عدنان درجال إلى بغداد لعقد مؤتمر أو اجتماع مهم مع بعض عضاء الهيئة العامة لاتحاد الكرة بالإضافة إلى الكثير من المواضع اللي راح نشوفه أيضا هناك تصريح مهم جدا بالنسبة لسيد شاكر الجبوري مدير الدائرة القانونية ورح نسمع أيضا شنو اللي قال حول الأزمة اللي بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة إضافة إلى بعض المناشدات من رياضي نادي النجدة اللي راح نعرضها في البرنامج وأيضا الصحفي والكاتب العربي محمد العواد شنو تكلم عن صفقة انتقال مهند علي إلى نادي يوفنتوس الإيطالي وشنو نصح اللاعب أيضا بعد هذا الفاصل راح نواصل هاتريك إذن مشاهدين أهلا بكم يعني بداية خلينا أخذ إدارة نادي النجدة تناشد وزارة الداخلية بضرورة دعم النادي أسوة بنادي الشرطة اليوم كانت كاميرا برنامج هاتريك تتجول في أروقة هذا النادي الفتي هناك إنجازات تم تحقيقها على مستوى الفئات العمرية إضافة إلى أنه يعني الكثير من الإنجازات على مستوى الملاكمة على مستوى ألعاب الكيك بوكسينج على مستوى الكاراتيك كل الألعاب الفردية وحتى الجماعية ربما بالنسبة لإدارة نادي النجدة تم تحقيقها اليوم كان هناك مناشدات وتم الاتفاق بيننا وبينهم أنه اليوم نزورهم في مقر إدارة النادي ونطلع على إنجازاتهم بالإضافة إلى نعرض مناشداتهم لوزارة الداخلية ونتمنى من وزير الداخلية الجديد يعني حسنا ما عدنا مو وزير داخلية ما عدنا ما عدنا فنتمنى أنه أي وزير داخلية يجي أنه يهتم بنادي النجدة أسوة ببقية الأندية التابعة للمؤسسات الرياضية وإن شاء الله أنا ممكن ضد فكرة أنه الأندية ترتبط بيها المؤسسات الحكومية وتعتمد على الاستثمار وتعتمد أنه تكون شركات ربحية بالفعل هذا ما نتمنى لأنديتنا وكل التوفيق لنادي النجدة وأيضا ناشدوا من خلال زيارة اليوم الزميل أحمد سعيد مراسل برنامج هاتريك إلى منقر النادي ناشدوا أيضا بضرورة دعم النادي أسوة بأنديت المؤسسات الأخرى هناك عوز مالي بالنسبة لفريق النجدة وأيضا يحقق نتاج على مستوى الفئات العمرية تفاجئنا بمفاجآت جدا إيجابية النادي وليدي يعتبر خمس أو سبع سنين يعتبر وليد لكن إنجازات إنجازات على مستوى العالم فهذا ندل إنما يدل على أنه تكاتف النادي وتكاتف اللاعبين ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله نتمنى الدعم لهذا النادي والاهتمام بالفئات العمرية مثل ما جاي يهتم نادي النجدة بالفئات العمرية نتمنى من يومكم بأن يتقدمون أكثر دعم وتوصلون صوتنا للمسؤولين لأن النادي الوحيد اللي جاي يهتم بالفئات العمرية وشون جاي تتدرب تدريجيا جاي نسق المواهب لنرفضها للأنديا والنادي النجدة نحن نريد أسوة بنادي الشرطة نصير لأن إنجازات نحن نحن نادي الشرطة إنجازات نفس الإنجازات وبعض الإنجازات عندنا فئات العمرية أحسن يعني أفضل منهم فنحن نريد الناشد السيد وزير الداخلية والسادة المسؤولين على هذه اللعبة أن يراعوننا نحن حاليا نعمل ضمن نادي النجدة ودرب الملاكمة عندنا فئات عمرية للفئات الأشبال والناشئين والشباب والمتقدمين أربع فئات إنه حاليا عدنا ما يقارب 50 لعب فئات الناشئين والأشبال يعني تقدر قول مرسموا مصغرة عملنا مستمر تمرين يومي ودعم نادي نجدة إنه دعم معنا ودعم مادي الحمد لله الشكر هم اللي دعمين الفريق ولعبتنا وبنفس الوقت عدنا لعبين متخبطيني فئات الناشئين السحب متخبطيني أضافة إلى مدربنا السحب متخبطيني البطولة الدولية المناخرة اللي جرت بكزا خسان والحمد لله الشكر وحاليا نحن استعدين بطولة العراق للمتقدمين محاوطة النجدة في الأشرف يوم 17 بإشباط إن شاء الله طيب هذا كان مناشدات لإدارة نادي النجدة إضافة إلى بعض الرياضين والمدربين موضوع آخر أكو كاتب اسمه محمد عواد هو كاتب وصحفي عربي معروف مهتم دائماً بالدوريات الأوروبية وخاصة مطلع على انتقالات اللاعبين من خلال صفحته على تويتر سجل فيديو أو مقطع فيديو قصير يوضح عملية انتقال مهند علي عملية انتقال مهند علي لاعب منتخمنا الوطن إلى يوفنتوس الإيطالي يوم أمس حسمها نادي الشرطة بصراحة هذه رسالة نادي الشرطة اتركوا مهند خلي روح يشوف دربة مثل ما نقول احنا بالعامية وبالعراقي خلوا الولد يروح يحترف فائدة إلنا فنية أما بالنسبة إلى المبالغ المالية أنا آي موضوع ما ريد أدخل بي لأن هناك تضارب بالأخبار بأنه يوفنتوس انتا مليونين دولار يوفنتوس سنته 700 ألف يورو فما نعرف منه الرقم الصحيح إلى الآن لأن إلى ما أن نتم الصدقة يلا نتأكد وتنعرف لي الجمهور الرياضي هذا الموضوع خلوا روح نشاهد هذا الفيديو اللي سجل الزميل محمد عواد كل التحيات إلي عبر صفحته في الفيسبوك وشرح شنو الاستفادة من انتقال مهند علي وشنو نصح اللاعب خلينا نتابع أخبار كثير بتجي من إيطاليا يومنتوس مهتم بمهند علي هل طبيعيا نشوف هذا اللاعب في يوفي ولا لا الحلقة هون مش بتحكي الخبر صح ولا لا بتحكي ماذا لو يعني لو إنه راح شو ممكن يصير كسينابي نوضح أول شيء اليوفي في إيطاليا في قانون اللاعبين اللي بيجوا من خارج أوروبا ومش أوروبيين مع كل نادي بطاقتين فقط اليوفي ما بيقدر يسجل مهند علي بهذا الشتاء لأنه سجل لاعبين بالصيف وبالتالي هذا اللاعب حيروح يتم إعارته لفريق آخر هذا أولا وحتى لو اليوفي كان بإمكانه يسجله ما بعرف عن تاريخ اليوفي تماما إنه جاب لاعب من خارج أوروبا وعمره 18 سنة ووضعه بالفريق الأول خصوصا إنه عند الفريق كين اللي هو لاعب شاب إيطالي واعد أيضا فبالتالي يمكنهم يعطوا فرصة لمهاجم ثالث شاب بكل كين أولوية إنه بيحكي إيطالي يعرف يوفينتوس وبيعرف اللوري الإيطالي إذن الأكيد مهند لو جاع اليوفينتوس أكيد مش حنشوفه أنا قناعتي لسة نهاية ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها بقنيس اليوفي يعني حنشوفه أول ثلاث سنين في إيطاليا فقط ممكن التركيز الأول يتعلم لغة التركيز الثاني يفهم الكرة الإيطالية والتركيز الثالث يفهم الدور الإيطالي ويشوفه مواذا تطوره بعدين بيجي على يوفينتوس إذا كان ملائم لليوفي المنطق بيحكي هيك اللاعب لازم يتديلعب مع اليوفي بدي أخذ هذا الرهان لأنه أنت مش جاي من أوروبا مش واصل أوروبا جاي من دوري أسيوي أو بتروح على أندي أصغر خارج إيطاليا وخارج أوروبا أو خارج الدوريات الكبرى الأوروبية قصدي زي ما عمل محمد صلاح بازل وكل هاللفة هاي بس أنت الخيار إلك يا مهند لكن لو جعل يوفي أنا أعتقد اليوفي حي مباشرة حيستلمه ويعطيه للفرق اللي بينه وبينهم علاقات جيدة زي أودونيزي ساسولم أمبولي هناك مهند بيبلش يتعلم على أجواء التدريب الأوروبية بيبلش يتعلم اللغة الإيطالية ويجي ويوفي بيكون مراقت بصد بعد ثلاث سنين اليوفي حيحسب موضوع حيجي يقول هذا اللاعب مناسب لأيلي بيجي بلش بحكة ثلاث سنين لأنه ثلاث سنين لا رونالدو ولا مانزوكتش حيكونوا موجودين حيكون جاي في كين فبكون في أمل أنه يدخل مهاجم ثالث أو رابع على صفوف الفريق لو أنا مكانهم وجاءني أفر من يوفينتوس بروح حتى لو لم ألعب معهم ولا دقيقة ليش؟ لأنني بصير في السوق تاع انتقالات اللاعبين اسمي لعبي يوفينتوس وبالتالي سهل ألعب مع أي نادي ثاني أقل من يوفينتوس في أوروبا وكثير الأنديل أقل من يوفينتوس في أوروبا طيب هذا كان رأيي محمد داودة كاتب والصحفي العربية المعروف حول انتقال مهند علي أنا بصراحة ناشد إدارة نادي الشرطة أنه اليوم خلينا نترك المادة على جنب صح أنتو كإدارة من حقكم اليوم أنه تسويق اللاعب وتدخل إلى خزان النادي مبالغ ربما تستفادون منها لكن الأخبار مثل ما تعرفون متضاربة حول هذا الموضوع البعض ذهب أنه إدارة الشرطة مشترطة على إدارة يوفينتوس أنه إقامة معسكر تدريبي في إيطاليا أو خض مباريات وديها معرض بالضبط شنو الصاير ووعدناكم أنه بالحلقات المقبلة راح نستضيف السيد أو الدكتور عدير رباعي يتحدث لنا عن هذا الموضوع هاي واحدة اثنياً اليوم حتى من احتراف مهند إذا لاعب ما عنده رغبة وانتو خليتون نهاية الموسم ترى ما حد ما حيجي بعدين على مهند ويدق الباب حالة حال شيركو كريم إذا تذكرون نفس الحالة سويتوها بشيركو هم إجاء مارسيليا الفرنسي وأصريتوا أنه يكمل الموسم وياكم واللاعب أيضاً تركهم وذهب إلى سويسرا ويحترف في الدوري السويسري زملائنا الإعلاميين كان لهم رأي حول ما حدث في بطولة أمم آسيا حتى ندخل إلى محور حلقتنا لهذا اليوم خلنا نتابع بعض الزملائنا الإعلاميين شنو قالوا أكبر العراقية كانت غير مؤهلة للمنافسة لك بطولة أمم آسيا أعتقد الخسارة والوداع البطولة من خلال مباراة الدورة السطحش هذا أمر طبيعي وكان متوقع للجميع في ظل المعطيات الموجودة للكرة العراقية بصراحة الإخفاقي تحملت جميع من كادر إداري وكادر تدريبي وكان هناك عدم تعامل جيد بالأمور الفنية من الكادر التدريب والمدرب الأجنبي خلال مباراة أمام قطر واللي سببها كان من الممكن أن تكون فرصة ببلغ دورة ثمانية وفرصة أكبر من بتحقيق نتيجة خلال هذه البطولة نحن اليوم بعيدين عن التخطيط يا أخي بمجرد ما انتهت منافسات البطولة أسئلك أين المنتخب؟ كل اللاعبين سترجعون للأندية لا يوجد تجمع لا يوجد مباراة الدية لا يوجد انسجام بين اللاعبين وبالتالي أي مناسبة قادمة ستكون هناك تجمع لللاعبين وبالتالي تخطيط هنا بعيدين عننا خليكون تخطيطنا أبعد من كأس العالم القادم خليكون لعشر سنوات كيف نبدأ أنهم نعد أجيال من اللاعبين اليوم خلينا نختار مجموعة نبدأهم من الأشبال ما عدنا صانع ألعاب ينطي فرصة حقيقية للهجوم عدنا مهاجمين على مستوى عالي علاء وميمي وحتى محمد داود كفاءة عالية لكن للأسف ما حصنع لهم لعبة صحيحة خلال أربع مباريات فما خسرنا بخمس أهداف حتى نكون أنه المنتخب لا والله غير قادر على تقديم أشياء لكن بالعكس المنتخب قدم هناك مستوى حقيقية وبالعكس نحن نشيدها وندعم هذا الاتحاد استمر بهذه القضية لكن قضية تبقى كتنة من عدمه أنا أشيب بنسبة لي اللي بقى عليه راح يمطينا مساحة أكبر ويعرف الجمهور على طاقات مغيبة وممكن نوصل لكس العالم باريحية بهذه الطاقة الشبابية يعني أداء منتخبنا ومستواه الفلني كان جيد جدا خلال مباريات المجموعات من خلال ما شاهدناه بالخصوص في مباراة إيران كان مستوى عالي وكلنا كنا نتمنى الوصول أكثر من خلال الأدوار الأدوار النهائية نقص في النهاية حتى لو كان لكن إن شاء الله هذا هو قدر كرة القدم خسارة وفوز خسرنا أمام فريق منتخب قطر فريق منظم يمتلك تكتيك لاعبين مشتهدين ولاعبين كبار يمتلكون قطر عابنا نحن الآن في المنتخب الوطني بعض التكتيك القاتلة يعني على المدرب كان أن يندفع اللاعبين نحو الأمام أكثر لأن المهاجم واحد مثل ميمي لا يستطيع القيام لأنه يفتقد للخبرة ليس كيونس محمود للأسف الانضباط معدوم للأسف التخطيط معدوم في الاتحاد العراقي لكرة القدم جميع المنتخبات التي شاركت في البطولة يعني لربما هذه البطولة الوحيدة اللي من الممكن نلتمس بها اللقب أن يميل إلى الخزانة العراقية بعد 2007 لكن ما عرف كيف يتعامل الاتحاد مع هذا الموضوع كون أنه دخلت الفرق بروحية عالية دخلت بمعنويات عالية دخلت بتخطيط عالي فبالتالي من كان نظره على الكأس للبعيد أصبح بصراحة يفكر في المباراة الحالية قبل أن يفكر في الكأس حال منتخبات كوريا حال منتخبات أستراليا وبالتالي شاهدنا الآن قطر الإمارات إيران اليابان موجودة والمنتخب الياباني ما قدم الأداء اللي بصراحة يذكر حالة حال السنوات الماضية طيب شكرا لكل المتحدثين قبل أن أنتقل إلى ضيفي الأستاذ جواد الجبوري عضو الهيئة العامة السيد شاكر الجبوري مدير الدائرة القانونية اليوم أيضا كنا متواجدين في مقر وزارة الشباب والرياضة واسألنا حول المشاكل العالقة بين اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة بصراحة يا أخوان نحن كصحافة كجمهور كإعلام كأي واحد متابع للشأن الرياضي العراقي ما جاي نعرف من هو اللي حاول عرقلة التسوية بين الاتحاد والوزارة لسببين السبب الأول هل يريد أنه يرجع الحظر على ملاعبنا والسبب الثاني هل يريد أنه ما تلعب المنتخبات العراقية بكل فئاتها في داخل ملاعبنا نريد نعرف من السبب اليوم سألنا هذا السؤال لسه يشاكر جبوري لنرى ما كان ردة حول هذا الموضوع وحول الأزمة اللي حثت بين الوزارة السابقة وأيضاً اتحاد الكرة حول إيجار الملاعب وقضايا أخرى خلينا نتابع أعتقد أننا منذ تسلم السيد الوزير مهام عمله في وزارة الشباب والرياضة السادة أحمد العويدي يعني فتح أفاق جديدة للتعامل مع كل المؤسسات الرياضية سواء كانت لجو أولمبية لجبارة أولمبية ومنها اتحاد كرة القدم تعرف أيضاً مؤسسة مهمة وأيضاً من مؤسساتنا اللي ممكن أن نتعول عليها كثيراً في نشاطات عديدة إحنا ردنا أكو أمور كانت متعلقة ما بين وزارتنا واتحاد كرة القدم أمور تتعلق بإراد مباراة وعملية جبل المبالغ وأعتقد إحنا تتحركنا بالاتجاه الإيجابي يعني كان توجهنا الأول أن ننحل هذه القضايا أكو هي قضايا واصلة إلى مراحل يعني واصلة إلى مراحل كثيرة في هذا الموضوع اللي أنا أعتقدها بالمحاكم وكلكم تعرفون بهذا الموضوع يعني هاي المشاكل مو ولدت لحظة وإنما ولدت تراكمات سابقة وجزء من عدها يعني بالاتجاه القانوني رايح إحنا ردنا ننحل هذا الموضوع وأنا عرضت عدة يعني حلول على الإخوان الموجودين في اتحاد القدم قسم متعاون ويعني أقول لك خلى أحشيك إياها يعني أنا من أحشي ويا سيدنا أب رئيس الاتحاد وأحشي مع الموثل قانوني مع الاتحاد عرضت عليهم الحل وقالوا أوكي خلاص يعني هذا حل عقلاني ومنطقي وحقيقي رئيس الاتحاد يطلع بتصريح آخر يقول إحنا يعني أنا ما راح أدفع دولار واحد أو دينار واحد لشاكر جبري وكأن القضية هي يمي أو يمي لا القضية هي أكو يعني قضية قانونية أنحلها بهذا الإطار أفضل ما توسعها بالاتجاه الآخر هم قالوا لا إحنا آخر شي سماعت أنه هم يروحون باتجاه القانون وباتجاه القضاء خلاص إذا باتجاه القانون وباتجاه القضاء خلي تروح القضية وأنا أعتقد إحنا دائما نسعى يعني دائما ما نسعى في في اتجاه الحل ما عرف أسهما شنو فكرتهم أنه إذا هم باتجاه القضاء هذا اللي موجود بالقضية كلها ماكو يعني ضغينا لا من الوزارة تجاه الاتحاد بس انا ماعرف يعني ليش ها بدي يصير هذا الامر يعني ما عندي جواب الى صراحة هذا اللي عدنا احنا ما عدنا فتش مخفي اخر لا اللي سوينا واللي ايضا راح نسوي مستقبلا الحلول المنطقية والعقلانية والقانونية احنا كتبنا ايضا شوف اكو احنا عدنا الوزارة السابقة كاتبة بشكل اصولي وبشكل قانوني الى الامانة العامة للمجلس الزراء ومحصلة في بعض الحالات اللي هي مسألة ايجار الملاعب و ايجار القاعات يعني في مساءل عديدة كبيرة جدا احنا كتبنا هسا يجب ان يكون للمنتخبات الوطنية وتدريبات المنتخب والبطولات اللي ممكن ان تقام بالعراق هذا جانب اخر كتبنا به انه ممكن ان يكون مجاني للجسمة على ان نتعامل مع الارادات الموجودة مع الاتحاد يعني اتحاد سواء قدم او غير قدم يعني كتبنا فتشي ممكن يفيد الاطراف جميعا بس هذا راح يجينا به ان شاء الله مثل ما يقول القرار واعتقد القرار من الامانة العامة للمجلس الزراء ويجينا هذا القرار وباتجاه الامور اليسيرة ليس باتجاه التعقيد طيب هذا كان تصريح سيد شاكر الجبوري حتى انتقل الى سيد جواد الجبوري الكابتن عدنان درجال وصل الى بغداد اليوم ليعقد طبعا مؤتمر او اجتماع مع بعض اعضاء الهيئة العامة هذا الاجتماع اللي راح يعقده مع بعض اعضاء الهيئة العامة لاتحاد الكوري اللي اعترضوا او المعترضين على قضية انتخابات اتحاد الكوري الاتحاد طبعا حسب المعلومات اللي وصلت لنا الاتحاد يريدي اخر الجلسة مع محكمة كاسة 3 شهر يعني يريدي يمدها الى الشهر السادس او الخامس المعترضين يريدون يقدموها الى نهاية الشهر الثالث لكن المحكمة ارسلت ببرقية بانه يوم 24 او يوم 25 راح تكون هناك جلسة للمعترضين من جهة واتحاد الكوري من جهة اخرى راح يكونون امام محكمة كاس هذه المحكمة كما تشاهدوها في سويسرا حول هذا الموضوع عدنا ان درجاء الحصال على الكثير من الوعود حسب المعلومات اللي وصلتني اليوم وعود كثيرة من اندية وهيئة عامة انه يدعموا بالمرحلة المقبلة بعض عضاء الهيئة العامة من خلال كلامنا معاهم قالوا هذا الاتحاد انه ما راح يستمر وعمره قصير كعمل انا اتكلم يعني كعمل هذا الاتحاد انه ما راح يستمر لغاية يوم 26 اربعة كاقصة حد حسب الوعود اللي يعني اكدوها عدنا اندرجال ايضا اليوم يعني المعلومة اللي وصلت لنا ايضا تم تأكيده من المحامي الخاص الى من المحامي الخاص بالقضية اللي يترافع عنها بانه القضية راح يكسبوها المعترضين يعني بنسبة جدا كبيرة حسب الكلام او المعلومة اللي وصلت لنا ايضا راح يستعينون المعترضين ببعض النجوم اللي محالفهم الحظ بيدخول بالانتخابات مثل يونس محمود نشأة اكرم وايضا ربما الثورة الآن اللي من قبل الجمهور العراقي حاول عمل الاتحاد والاخفاق في الأمم آسية بالاضافة الى انه هناك محاولات لاقناع الكابتن شرار حيدر للعدول عن قرار استقالته للعدول عن قرار استقالته في والعودة الى الاتحاد لكن شرار الكابتن شرار مثل ما يقول لك احنا بالعامية قافل على الموضوع انه ميري درجع هناك مفاتحة ايضا من قبل المعترضين لانضمام شرار حيدر الى جبهتهم او الى كتلتهم انا اعتقد الامور تسير نحوه من رأيي الشخص ومن وجهة نظري ومن خلال قراءتي فيها المواضيع الامور تسير الى حل اتحاد الكرة يسعدني انا ينظم معي لسيد جواد الجبوري عضو الهيئة العامة لاتحاد الكرة وايضا رئيس الهيئة الادارية لنادي صلاح الدين استاذ جواد اهلا وسهلا بك في برنامج هاترك اليوم من قلنا عضو هيئة عامة جمهور تفاجئ عضو هيئة عامة اليوم موجود في برنامج ربما حتى نسمع من وجهات نظركم انتو كهية عامة اللي اليوم اغلب الجمهور العراقي وحتى الاعلام وصفكم بالهيئة النائمة واني اويلهم طبعا حتى ما ابري نفسي اهلا وسهلا بيك وفي قناة الفلوجة اهلا وسهلا بيك وفرصة وسعيدة نلتقي بالجمهور الرياضي عن طريق قناتكم اللي يتشرف بيها هاي اول مرة ان شاء الله مؤخر مرة ان شاء الله مؤخر مرة ان شاء الله مؤخر مرة بالنسبة للهيئة النائمة فعلا هي الهيئة نائمة هذا مصطلح صحيح واني احدهم يعني هم ما اقدر اكون خارج هذه الهيئة وانت الوصف الغير رغم ان احنا انا كشخص من الاشخاص ونحن مجموعة من الاشخاص يعني ادينا اللي علينا اعترضنا وطلعنا بالاعلام واشتكينا بمعكمة الكأس لكن احنا انا نقول اذا نجي نقسمها الهيئة العامة منادقية احنا انا اسلفت بعدة قنوات احنا كمنطقة غربية احنا ست اصوات تعتبر ضعيفة جدا بالنسبة للقرار الهيئة العامة ان كان هناك تغيير او عدم رضع الاتحاد فلازم يبدي من بغداد صعودا الى البصرة كون ان ثقلها العامة من بغداد صعودا خذك نزولا 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 ننزل البصرة نزولا نصعد نصعد يمكن من صلاح الدين صعودا الشمال هيتي خذك نزولا الى البصرة ما قلت لك هي ست اصوات والمنطقة الغربية المنطقة الشمالية تدري ما ممكن ينطون مل عبدالخالق فرح يبقى الوضع على ما هو عليه الا اذا اكوا شيء في محكمة الكأس هو ممكن يغير هذا الموع هساني اليوم الجمهور ايه انا اريد الجمهور الجمهور انت اليوم عضوها عامة انت اليوم مثلا مو رئيس فقط هيhe ادارية نادي صلاح الدين لا انت اليوم عضوها عامة الاتحاد الكرة الكل يلومكم اليوم على وكل الجمهور اليوم لا بيد الاعلام ولا بيد الصحافة ولا بيد الجمهور تغيير مجلس ادارة الاتحاد بصراحة استاذ جواد القرار هو يمكم انتو كهيئة عامة هل فعلا قادر الهيئة العامة اليوم على تغيير عضاء الاتحاد أنا رئيس نادي العلم ورئيس اتحاد صلاح الدين رئيس رئيس نادي صلاح الدين لتصحيح المعلومة بقط راح تقول لي الهيئة العامة ممكن تغير الاتحاد لا الهيئة العامة ما ممكن تغير الاتحاد حسب قانون النظام الداخلي للاتحاد اللي معد من قبل الاتحاد أنه الاجتماع يعقد بطلب ثلثي أعضاء الهيئة العامة وطرح الثقة لازم يأخذ ثلاثة أرباع الهيئة العامة زيان إذا جينا نحسبها حساب منطقي كيف راح نحقق الثلثي الهيئة العامة إذا حسبنا أصوات الشمال تسع أصوات تقريبا نقول ستة من عدة يجوز محسون والملة عبدالخالق بالإضافة إلى أنه أندية النخبة يجوز فد عشرة من عدها خارج الحسب لان كلها مع الاتحاد وهم أعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى أنه أعضاء الاتحاد السبعة أو ستة باقين هم رؤساء اتحادات فرعية أو مؤثرين على أندية في محافظاتهم ما راح يتحقق النصاب راح النصاب يتراوح من الثلاثين فما دون إذا وصل العشرين هم ما نتوقع فدرقهم بس هو لا غير أن يعقد اجتماع للهيئة العامة لأن تدري الهيئة العامة المفروضة يكون مؤتمر سنوي يعقد لكن أنا منذ سنتين لم يعقد أي مؤتمر المؤتمر الانتخابي لا يعتبر مؤتمر سنوي لأن المؤتمر السنوي يجب أن يقرأ فيه التقرير المالي والإداري للاتحاد لكن نحن ما مؤتمر انتخابي وهي أحد الثغرات في ضعن قانون الانتخابات أنه لم يقرأ التقرير المالي والإداري للاتحاد حتى يصوت عليهم والهيئة العامة لازم يصوت عليهم سنوي هذا الموضوع ما حدث قد يكون هاي العشرين صوت أو خمسة وعشرين صوت يعني تحدث في شيء بالإضافة إلى أنه الخلل بالنظام الداخلي نفس الاتحاد شنو ذنب الأندية للدرجة الأولى يعني بالنخبة عشرين كلهم ممثلين لكن هاي المئات الأندية شنو ذنبهم ما يدخلون بهلي العامة أو باي قانون ومن اللي يصرح زين أنا حتى ما أرجع حتى ما أرجع للمربع الأول أستاذ جواد أستاذ جواد نحن حتى لا نرجع للمربع الأول ونعرف التداعيات وكيف صارت الانتخابات ومن ورسم خارطة طريق الانتخابات كلها نعرفها كلها نعرفها هاي وانت أيضا تعرفها والجمهور صار واضح ويعرفها منين يجت القرارات وكيف وصلت وكيف تم حياكتها في غرف الفنادق وخاصة في فندق بغداد هاي نعرفها لكن أنا أريد أسئلك سؤال اليوم هل الاتحاد أنت من ضمن المعترضين اليوم على عمل الاتحاد يعني من ضمن كتلة الكابتن عدنان درجال أنا حتى سألك حتى أمشي بالأسئ يعني أنا طبعا الاسم الثاني يعني بعد كابتن عدنان درجال بشكوى المقدمة المحكمة في الكاس زيان شنو الموضوع اللي صار هل فعلا أنه اتحاد الكرة أو عن طريق محامي نزار أحمد يحاولون تأخير الجلسة لمدة ثلاثة شهور يعني إلى الشهر السادس الثاني ما عندي هاي معلومة ما لأنه يحاولون آخرون لكن أنت تقول أكو معلومة أنه تبليغ الاتحاد وتبليغ المعترضين معترضين أنه أكو بالأفق بالأفق شيء على موضوع الجلسة أو قبول الطعن من قبل محكمة الكاس والنظام الموجود العالمي يقولك محكمة الكاس ما تقبل الطعن إذا ما ضامنا يعني تكون مع نتيجة المعترض بنسبة 80% يعني يعني سنقدر نقول أنه قضياتكم محسومة لصالحكم ولصالح المعترضين بنسبة 80% أكيد هتأخذها من عندك تصريح آني محسومة أنه بنسبة والاتحاد أيضا رح يقول نفس الموضوع لكن أنا ما قدر أنطي شيء عن المحكمة لا تطينا شيء بس حتى الجمهور يعرف حتى الجمهور اليوم كلها ترى جاء يسأل يعني أنا من قلت اليوم جواد الجبوري عظه هي حامة أوكي احشي لي ويه الجمهور قل إشقد النسبة نطيني النسبة في كل القضايا في كل القضايا تنازع بها اثنين دائما الحسم رح يكون بالقرار النهائي دائما كل من يقول آني اللي رح أحسم آني اللي رح يكون القرار معاي بس لكنه يكون القرار في المحكمة لكن آني عن طريق الأدلة اللي قدمت للمحكمة هي أدلة كبيرة قادرة آني كنت طرف أو حاضر بالهيئة العامة السابقة اللي حلت اتحاد ناجح مود لسبب عدم شرعية عضوين في الهيئة العامة الآن الأدلة الموجودة عند محكمة الكأس قدموها المعترضين فيها من الثغرات التفوق ما قررت على اتحاد ناجح مود كثيرا زين يعني هسا نقدر نقول أنه المحامي الخاص بهذه القضية أبلغكم بهذا الموضوع بأنه الجلسة رح تكون يوم 24 لو يوم 23 حسب المعلومات اللي عندك هسا لا تقول بلغتهم أوكي حسب المعلومات اللي عندك ما عندي توقيت معين للجلسة لكن عندي مثل ما أنت تقول عندي المعلومة أنه تبلغ الاتحاد وتبلغوا الطرف الآخر أنا هم عندي هذه المعلومة أنه صار تبليغ لكن لم يتم الأفصاح عنه لا من المحامي الخاص بعدنان درجال ولا الاتحاد لكن أكيد هو بنظام الشكاوي المحكمة الكأس من طرفين تنطيهم موعد يعني تحددهم هي موعد وتقول لهم رأيكم هل هذا الموعد يناسبكم أم لا فكل شخص ينطل يعني ينطي رأيه بالموعد فإن كان الاختلاف كبير يرجعون إلى حكم المحكمة يعني الوقت اللي قررت المحكمة إذا كان الاختلاف بينهم كبير راح تشوف أحدهم مستعجل وآخر مماطل يعني هذا توقع أكيد أنتم مستعجلين أنتم مستعجلين مستعجلين وليس للمستعجلين الشارع الرياضي مستعجل جدا زين والاتحاد أكيد أكيد راح يكون يعني ماذا أظلم الاتحاد يعني وفق المعطيات الآن موجودة البلد كامل ترى هو هذا عمل الاتحاد من شيء يقدم أكثر من ما موجود باعتبار منظومة هي كلها بيئة هذا موضوع مهم هذا موضوع خطير يعني أنت حتى إذا تم قبول الشكوى في محكمة الكاس من قبل المعترضين اللي هم حضرتك وكابتن عدنان ووليد الزيدي ورعد سليم ويونس ونشأت وهاي كلكم يعني فيما لو تم تغيير الاتحاد بوجوه جديدة ودخلت ناس جديدة وصار عدنان درجال ما يقدر يغير له هذا واقع البلد هذا اللي يميشع من يضمن أن يكون واضحين من يضمن أن يكون عدنان درجال من يضمن أن يكون عدنان درجال أو أي شخص آخر أو أنا بالاتحاد أو أي شخص آخر هذه العامة اللي راح تنتخب هي اللي راح تحدد الوجوه وإحنا دائما بانتخابات المشكلة ثقافتنا بالعراق دائما تطغي علينا المناطقية والعشائرية وكل شيء يطغي علينا بالانتخابات فقد تكون تجوز تجي وجوه نقوم نريد الوجوه القديمة لكن مع ذلك إذا إجي عدنان أقول لك أو يونس ونشأت لا راح تكون ليش الناس اشتغلوا مع دول متطورة في نظام كرة القدم والاتحادات والأندية والاعتراف فأكيد هاي راح ينقلونها ينقلون التجربة إلى العراق وأكيد راح تكون أفضل أما إحنا اللي إن كنا في الاتحاد أو ما كنا في الاتحاد إحنا راح نعمل للعراق لأن إحنا داخلنا عراقي ودعنا نتألم ونشوف المنتخب الوطني داي يصير بيهيج أو الآن الإعلام اللي أثار مشاكل جديدة من هاي التصريحات الإعلامية والتراشق الإعلامي ما أصبحت سمعة بلد يعني مشكلة وكأنما العراق ما يعني لهم شيء زين يعني أنا هسا يريد همين أحاج على هذا الموضوع لكن موضوع جدا مهم يعني إنه أنت اليوم جاي تبرر من الآن ربما حتى في فشل الاتحاد المقبل في حال تم حل هذا الاتحاد يعني إنه خلص إحنا هاي سياستنا وهذا واقعنا ما نقدر نغير يعني ما نقدر نغير من واقع الكرة اللي إحنا نعيش بيها ما نقدر نبني ما نقدر نطور ما نقدر نسوي دوريات لفئات عمرية ما نقدر كائن من يكون مو ما نقدر نقدر في حال تم أنا هسا جيتك يعني هسا جيتك من لقاء وجيتك مستعجل كنت بلقاء مع رئيس الجنة الشباب والرياضة الصاد عباس عليوي النائب عباس عليوي طيب تكلمنا كثير في واقع الرياضة في العراق واش تحتاج الرياضة من ثورة وإهمال الأندية يعني إهمال الأندية من قبل الدولة وتقصير وزارة الشباب والرياضة والأولوبية مع الأندية هو هذا خلف عندنا دوري سيء وعدم تنظيم في كل شيء وما قدرنا أن 15 سنة صارنا ما نقدرنا نباوع بصفن على أقرب الدول علينا واللي اقتصادها ضعيف جدا كيف تسوي الأندية وكيف تعمل حتى نقدر على ضوء هذا الدوري نحن يجي اتحاد وينجح ويقدر يساعد حتى وطنية أو في الأندية يعني أي دولة من دول الجوار تريد تجمع منتخبها نقول بإشارة أو بكلمة واحدة رح تجمع المنتخب نحن اتحادنا ما يقدر يجمع المنتخب لأن كل الأندية ما رح تطيع على الاتحاد لأن ما لكو سلطة الدولة تفرض على الأندية نحن أي واحد تقول له رح أفرض عليك رح يقول لك رح أروح أشتكي رح أروح عاقب العراق وكأن العراق عنده في شيء هذا أهم شيء أشتكي وعاقب العراق في الحين هو بالصحيح لو تجي خلي العراق يتعاقب خلي العراق يتعاقب وخلي نبدي نصحح من جديد ونبدي بشيء لبنى لبنى إلى أن نصل الموضوع معين وأن رياضتنا وصلت للشيء حقيقي ونطالب برفع الحضر عن كرةنا أما الآن في هذا الدمار ونزول لسمعة العراق من كل الأطراف يعني هذه بتحضر مهزلة بالكرة العراقية أو سمعة البلد يعني أصبحت يعني أصبحت شيء يعني زيعم مو هذا العراق يعني العراق يعني طيب أستاذ جواد أنا أعذر على مقاطعة لكن أكو محاولات لي من جانبكم أنتو كمعترضين لإقناع الكابتن شرار حيدر بالانضمام إلى الجبهة اللي أنت حضرتك بيها أكويت شيء أكد لي المعلومة إيه لو لا أنا كشخص ما سمعت يعني ما سمعت بهذا الموضوع ولم يتصل بيه من قبل يعني المعترضين أنه اتصلوا بشرار حيدر عندي معلومة من جهة معينة قالت لي هو نفسه شرار حيدر دا يحاول يسوي شيء ضد الاتحاد يعني عنده معلومات أو يحاول يسوي تكتل بالهيئة العامة من جهة ثانية لكن أنا كعضو هاي عامة إن كان نادي العلم الآن بهيئة العامة الآن تدري هاي العامة تتغير كل سنة لكنها بنفس الوقت رئيس الاتحاد صلاح الديني يعني موجود بالهيئة العامة ما أعرض علي أي شيء من هذا الموضوع ما تعرف بهذا الموضوع ما أعرف بهذا الموضوع زين عرفت أن كابتا عدنان وصل اليوم لبغداد الاتحاد عمل به أربع سنوات المفروض كان يعني لمن عنده يشفكر المفروض ما يرشح ويتركنا مع خيار يونس لأن كان خيار يونس مطروح وقد يكون فد شيء يعني باعتبار عرف يونس يعني رجل اشتغل ونجم وممكن يصطدر وممكن يسوي فد شيء كان زين تعرف أن هذا الموضوع يعني أنه كابتا عدنان موجود اليوم في بغداد لأني كابتا عدنان اتصل بيه قبل أربعة أيام أو خمسة أيام قال لي خلال 72 ساعة رح أكون متواجد بالعراق لكن هل تواجد لأنه ما اتصل بيه إن وصل بغداد أو موجود في العراق فهو ما اتصل بيه لكن هو أكد لي باتصال السابق ما أضبطي الوقت أربعة خمسة أيام ثلاثة أيام لكن قال لي أنه خلال 72 ساعة رح أكون متواجد بالعراق أزين أنت ما حاولت من عنده تفتهم أنه الموضوع شن اللي كان يا موضوع موضوع القضية المعترضين محكمة الكاس منه رح يروح منه ما يروح كم واحد داعين المحكمة الشهود لأن أنا سمعت بيه أكو شهود أكو شهود أكو شهود بالموضوع يعني طالبين شهود المحكمة طالبة شهود هو المعترضين المشتكين طبعا كلهم شهود أصبحوا بس من ضمنهم من ضمنهم طه عبد أعضاء لجنة الانضباط نوزاد 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 شيرزاد طه عبد حلاته كلها أصبحت جزء بالقضية كلها أصبحت جزء بالقضية وحتى أعضاء لجنة الانضباط أكو طالبينهم طالبهم شهود كل 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 جهة الانضباط مطلوب زين أنتو الملف اللي قدمتو ملف متكامل حسب كلام المحامي يعني ما كان هناك أي ثغرات قانونية بيه هنه ثلاث قضايا ثلاث قضايا مو قضية واحدة ثلاث قضايا ثلاث قضايا ثلاث قضايا تخص الكابتن عدنان درجال أوكي وقضية تخص الانتخابات اللي أصبح هذه الجزء المعترضين بها قضية عدنان درجال هي أظم أن دخلت من ضمنها أعضاء لجنة الانضباط وغيرها وغيرها باعتبار صار علي فالشيء وما كان أساس من التزوير وما قضايا التزوير وطلعت ما وحتى الآن أعضاء قسم من موجودين يمثلين سر الاتحاد هم طلعوا بكفالة يعني ما طلعوا أبرياء من القضية زين يعني بالمحكمة العراقية هذا يؤسس لشيء قادم في محكمة الكأس يعني لشيء يؤسس في محكمة الكأس طيب أنا أشبح عملكم اليوم أنتوا كهيئة عامة طبعاً أول ناس يتقل لكم الهيئة النامة لا تزعل من عندي أستاذ جوات تحياتي لك بس لا تزعل من يعني 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 مو الاتحاد بيد الهيئة العامة لا 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 الهيئة العامة بيد الاتحاد والاتحاد يملي عليها والهيئة العامة مجرد تتصوت وتتوقع هذا كل الزين هذا اليوم يعرف الفرلمان هو اللي يختار الحكومة الفرلمان العراقي من مجلس النواب هو يختار الحكومة وهو يختار رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وكذا خلنا أخذ كرئيس الوزراء والوزراء أي وزير اليوم يتلكأ بعملات ها أي وزير يتلكأ بعدين البرلمان يصير بيد الحكومة نفس حال اتحاد بس دقيقة بس أكو بس أكو يعني هاي صارتنا احنا كم سنة أنه أكو وزراء يتم إقالتهم يفتحون ملفاتها زي أنتوش وقت أنه مثلا اليوم تدعون إلى اجتماع مناقشة أسباب خروج المنتخب الوطني هل فترة الإعداد كانت كافية لو أنتو خلص انتخبت وانتوك يا عم انتخبت عفل الاتحاد وعفتوهم هم واحدهم بعد يقاتلون ويا الإعلام ويا الصحافة ويا الجمهور وانتو رحتوا وقعدتوا ببيوتكم أنا أحكيك ياهي لا تزعل من عنده هذا واقع هذا هذا واقع هذا تدري الخلل وين الخلل بالمنظومة التشريعية للاتحاد يعني هسا أنا مثلا أنا هسا عبها يا عم زين أنا أريد أسوفت شيء وأرجع عمل الاتحاد وأقيل الاتحاد يعني من يسمعني من الهيئة العامة هسا إذا باتر وصرحت قلت يا أبا الهيئة عامة تعالوا باتر ببغداد حتى أسوي مؤتمر أول المؤتمر هذا المؤتمر ما يريد صرفيات ما يريد أمور لوجستية أخرى أنا كعضو موظف مثلا ما عندي بس راتبي مثلا أنا شنو أريد أصرف على مؤتمر أو كذا يعني ما عندي المالية ما عندي أمور تنظيمية ولا أكو جهة ظهري هي لساندتني مثلا ضد الاتحاد حتى تتمولني وتخليني أجمع الهيئة العامة وأصرف لهم وإفادات ونقل حتى يجون على الاجتماع وعلى المؤتمر ونسوف الثورة معينة فأي كلنا أعضاء الحيئة العامة كلها نفس الشيء وكل من يقول لك بل كنت تطلع من غيري وأكو أعضاء هيئة عامة هم قلبا وقالبا مع الاتحاد وموجودين عنديتهم مثلا بالنخبة موجودين في سفرات المنتخب موجودين في الإشراف وفي كذا يعني كثير أمور الاتحاد يتحكم بالهيئة العامة بها نحن ناس بعيدين عن كل هذا الموضوع عن السفر وعن الإفاد وعن الإشراف عرضوا عليك سفرات ممكن يأثر علي قراراتنا عرضوا عليك سفرات لم يعرضوا علي ولم أطلب منهم زين أخاف يعني سأشوف ماني أنا صريح المشكلة أخاف مرايح سفرات وزعلان من عندهم لا أنا أخذهم سفرات أنا أنا اتحادي اتحاد صراحة دين زين كل سنة نطلع سفرات أو سفرتين يعني خواه ما أنا ما أخذ من الاتحاد شيء ما أخذ من الاتحادcemos يعنيworks قبل سنتين صار قبل سنتين مو زين هناك انتخابات اتحاد الفرعي لموصل صل ل 15 سنة لم ت alleلمات الأنبار والموصل ومن ضمن القضايا المطروحة أم أحكمة الكأس أهان هانبار و الموصل هذا الموضوع أيضا مطروح بمحكمة الكاس أيها من ضمن القضايا الموجودة من ضمن القضايا طيب أنا بس أريد أعرف أنت الدعوة التي أنت بها أنت من يجي أنت كمشتكي في هذه القضايا كمعترض في محكمة كاس عليها موضوع بالضبط بالتحديد أنا لم أقلت لك كالاتي ثلاث قضايا ثلاث قضايا يخصنا عدنان درجال وحده هو مشتكي بيهن لكن قضية عامة كنا مشتكيين بيها أعضاء الهيئة العامة اللي موجودين كم عظوا 11 شخص 11 شخص تعرفوا منو 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 يونس عدنان درجال يونس محمود نشأت فراس بحر العلم محمد جواد الصائغ جواد الجبوري شيرزاد كريم نوزاد علي نوزاد علي عصام الدخيل وياكم موزاد علي لا لا ليش موزاد علي عصام الدخيل هو معترض على التحدي سأل حاجة إلا ليش ما حاولتوا تتصلون بي زي ما حاولتوا تتصلون بي ما عصام يعني أصلا هو كان بال يعني بالجلسة كان من المؤيدين يعني حتى يعني كان على يونس وإحنا كنا تقريبا رايدين يونس على وانتسر يعني فهو كان ضد الموضوع فأصلا ما ما فتحه هذا الموضوع يعني طيب زين انت اسا شو تقول توجه كلمة لجمهور الرياضة انت عوض هيا عامة اليوم راح تطلع من هيا العامة تستقيل إذا بقى الاتحاد شن الخطوات المقبلة خسرتوا لا سامح الله القضية بقى الاتحاد شو راح تسوي تك هيا عامة شو تسوي اليوم الجمهور يطالبكم بتصليح لواقع الكرة العراقية بكلمة تحب توجهها للجمهور الكلمة إليك يلا تفضل يعني أنا كاتحاد صلاح الدين قد كلامي هذا راح طبعا أكيد راح تصير علي حرب من الاتحاد وتدري أمور أخرى يعني أكو تصير بهذا الموضوع أنا كهيا عامة أنا اتحاد فرعي لازم أكون عضو هيا عامة يعني هو مو ينادي حتى تنزل المستوي وتغير كل سنة قابل التغيير الأندية أنا كاتحاد فرعي باقي عضو هيا عامة ما دام كنت بالاتحاد الفرعي بعد سنتين انطلعت بالانتخابات القادمة هذا أمر آخر الجمهور ما وعدهم شيء سواء بالمحكمة أما يعولون على الهيئة العامة حتى تقيل الاتحاد هو طبعا الطريق الأسهل والأقصر هذا ما راح يكون مطلقا راح تكون مؤتمرات لاندية الدرجة الأولى يعني حتى يعني يوضحون موقفهم ودورهم للاتحاد في القريب القادم طيب باعتبار أن أندية مظلومة أكثر من 300 نادي يمثلونهم 10 أندية هذا مو صحيح ما أتوقع المنظومة الدولية لأن الدول مثلا مصر هيا العامة للاتحاد 300 و 400 شخص طيب لماذا هما 300 و 400 شخص وأنا 50 شخص خمسة هذا مواضيع أخرى أما تقول لتغيير عن طريق الهيئة العامة وعن طريق الجمهور ما هذا مستحيل قلتها قبلك قلتها قبلك لا الهيئة العامة تقدر أستاذ جواد الجبوري أنا أشكرك رئيس الاتحاد الفرعي في صلاح الدين وأيضا رئيس نادي العلم وأيضا عضو الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي شكرا جزيلا إلك لانضمارك معي في برنامج هاترك مشاهدينا ألتقيكم غدا بإذن الله تقبل تحياتي إلى اللقاء